السلام عليكم اليوم ما رح نتكلم عن الالعاب ولا رح نلعب اي لعبة اليوم موضوع مختلف ادري انه انا قناتي عن الالعاب بس اني حبيت افيد ناس كثير لان كثير يجون يسألوني كيف تبثين اش تحتاجين اش الاشياء اللي تسوينا عشان تبثين فحبيت اني اشرح لكم بكم فيديو اش تحتاجون واش ما تحتاجون والاساسيات بس لان انا اساسا لسه ما عندي الخبرة الكافية اصلا اني اقول لكم ايش الصح واش الغلط اش الاشياء اللي تحتاجونها الاكيد ولسه انا في اشياء كثير احتاج اني اتعلمها لسه ما صرت بروفشنال في الموضوع بس لاني دخلت اليوتيوب وكل الموجود انجليزي وفي ناس ما عندهم لغة فحبيت اني اساويه بالعربي لان ما اشوف انه في احد شرح اذا فيه انا امساري ما ادري بس بحثت ما لقيت في احد شارح عن الموضوع بشكل مفصل وفي كثير لما اقول في سناب شات اني حابة اني حبث اسألوني ايش تويتش لذلك رح اشرح لكم اليوم ايش هو تويتش اول شي تويتش هو عبارة عن موقع زي اليوتيوب لكن ما تنزل في فيديوهات ما تنزل في صور ما تنزل في شي هو موقع للبثور تدخل البرنامج لتبث منه اتجهز كل شي تضغط على زر اللايب وبس هو كده طبعا هو اكثر شي يركز على الفيديو جيمز غير عن اليوتيوب طبعا فيه اشياء ثانية فيه اللي هو انريال لايف اتوقع اسمه زي كذا اللي هو الناس يتبث ويسورفون يتفرجون يأكلون بس انه يسورفون مع الشات فيه فيه اللي هو الاسمار اذا تعرفون الاسمار اللي هو الوسبرينج الهمس اللي يتكلمون بشوية مادم ahah اوووه اوووه فيه اوه 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 هناك اوه اوه الاوه every اوه فيو اوه ايش الفرق بين اليوتيوب توكيينج لاني اوه اشتركوا في القناة لا يوجد مقارنة في اليوتيوب لكن التويتش لان الكميونيتي هو جيمرز يعني كل الناس يدورون عن الالعاب يدورون عن لعبة معينة مثلا في شخص يتفرج على فورتنايت يدخل تويتش عشان فورتنايت يعني ما نعرف كيف يشرح لكم ان شاء الله تكونوا مفهمتوني بس انه في اليوتيوب اذا بثت في اليوتيوب اليوتيوب مكان مفتوح كل العالم موجود صغير كبير كل الاعمار فاي شخص يقدر يدخل بثك سواء مهتم باللي انت قاعد تقدمه او لا ناس اصلا ماهم عارفين ايش الالعاب برضو يقدرون يدخلون بثك اما تويتش ما في زي كذا كل الموجودين جيمرز لذلك اغلب اليوتيوبرز اللي قناتهم مخصصة عن الالعاب يحبون يجونت لان الكميونيتي كلنا عندنا نفس الاهتمامات يعني انا ببدو انا عارفة انه كل اللي جايين البث حبين اللعبة ما هم جايين لقافا ايش قاعد تسوي المهم اتمنى تكون وصلت لكم الفكرة هذا هو تويتش اوكي اه هذه الصفحة حقتي طبعا تسجلون دخول وكل شي البث ما رح يكون عن طريق تويتش ما رح يكون عن طريق هذا الموقع في برامج كثير تبثون منها لو نيجي هنا الداشبورد اوكي طيب هذه الداشبورد طبعا اللي هو هنا اللايف تشوفون في كل شي هنا التايتل العنوان حق البث هنا اللي go live notification لما الناس اللي مساوين لك follow لما تصير live يطلع لهم هنا notification انه فلان live ايش تبي تكتب طبعا انا كتبا مياو يعني عادة تكتب اللي تبغى هنا tags تحط العربية عشان الناس من بره لما يروحون هنا browse في الفلتر هنا الفلتر الناس تحط كل واحد يختار يبغى يبحث عن ايش اغلب الناس طبعا العرب اغلب نبحث عن العربية فهذا يساعد الناس انهم يلاقونك اوكي خلينا نشوف هنا لما نروح للاما وينو ضيعت ستريمينك تولز ستريمينك تولز هذه البرامج كلها اللي تقدرون تبثون منها كلها واسهلها اللي انا استخدمه صراحة اللي هو ستريم لابس هذا اسهل برنامج ممكن انكم تبثون من خلاله لكم الحرية انكم تختارون ايشي كلها فري ما في شي بفلوس كله فري اغلب الناس يستخدمون اللي هو هذا وستريم لابس وفي ناس بعد يقولون هذا الشي جدا كويس يعني تقدرون تستخدمون اللي تابون انا راح اعلمكم ان شاء الله على كيف تستخدمونه بس مو في هذا الفيديو عشان ما يكون طويل طبعا الاشياء اللي تحتاجونها عشان تبدون بذ كام مايك اضاءة واذا كنت تبثون من البلاي ستيشن او الاكس بوكس اي كونسل تحتاجون قطعة اسمها الكام والمايك طبعا الكام ما هو شي اجباري المايك شي اجباري لان لو كنت تبثون صراحة من مايك السماعة الصوت يطلع جدا سيئ اوكي هذا اول شي ثاني شي هذا المايك افضل للرخيص يسمونه هذا المايك اللي هو اسمه بلوي يتي جدا كويس اغلب الستريمرز يستخدمونه في البداية هو وهذا الكام الكام اللوجيتيك لانهم رخيصين وكويسين في البداية عد بعدين ان شاء الله الواحد يعني يسوي اوبغريد للاغلاب اللي عنده الكاميرا اوكي صح انها يعني ويب كام لكن الاضاءة هي اهم شي انا غير راضية ابدا عن اضاءتي صراحة ان شاء الله رح اجيب اضاءات زيادة بس الاضاءة حرفيا الاضاءة تغير من التصوير مرة يعني الاضاءة ممكن تخلي الكام تبان كأنها كاميرا احترافية مكنها ويب كام لكن الكاميرا هذه انا انصح فيها صراحة جدا كويسة اذا عندكم يعني فلوس زيادة اشتروا كاميرا يعني احسن من هذه ما في اي مشكلة لكن كبداية انا انصح انكم تاخدون الاشياء الكويسة الرخيصة يعني هذه الاشياء هي كويسة ورح احط لكم الروابط بصندوق الوصف تحت روابط الاغراض انا شريتها من سوق دوت كوم لكن موجودة بامازون موجودة بمواقع كثير رح حط لكم انا الروابط بامازون وان شاء الله تستفيدون اوكي طبعا لما تبدون بذ اول شي رح يكون لما تدخلون هنا على البروفايل حقكم اوكي تضغطون على الاسم هنا في شي اسمه داشبورد تدخلون على الداشبورد هنا في شي اسمه واتشيفمنتز هذه الاتشيفمنتز زي التحديات زي التحديات يعني شي تويتش يبغونكم تسوونه عشان يعطوكم شي في البداية رح يقولون لكم تحصلون على تقريبا خمسين فولوورز اتبثون المدة اتوقع سبع ايام مختلفة وعدد المشاهدات ما ينزل عن ثلاثة المدة شهر اتوقع او اسبوع والله ما اتذكر هذه الطلبات جدا بسيطة صراحة ليش يطلبون منكم هذه اذا سويتوها تقدمون على تقدمون هذا الابلكيشن راح يعطيكم زر السبسكرايب هذا زر السبسكرايب هو عبارة عن دعم هذا زر السبسكرايب مو زي اليوتيوب زر السبسكرايب يكون بفلوس خليني اوريكم يعني مثلا ندخل على هذه الانسانة الجميلة هنا تشوفون زر السب يكون في ثلاثة انواع فيه بخمسة دولر وفيه بأربع طعش وفيه بتسعة وعشرين على حسب انت حب تدعم الستريمر بأي مبلغ طبعا فيه فوائد اللي راح يشتركون عندك فيه ايموت اللي هي زي كده تكون بس هذي للبارتنر يعطونك ثلاثة ايموتات انك تسويها واذا اشتركوا عندك يصير ما فيه اعلانات وفيه فيه وفيه الاشياء هذي يكون لهم افضلية اللي هم السبسكرايبر طبعا فيه الفولو وفيه السب الفولو يكون فري والسب يكون بفلوس السب ما هو اجباري لكن اللي حاب يدعمك راح يشترك عندك فيه طرق دعم كثير فيه منها اللي هي التشيرز والسب والدعم المباشر اللي هو الدونيشن واهم شي اهم شي انا حابة اقوله اللي حاب يدخل التويتش طبعا هو صراحة اهم شي يكون للمتعة وانك انت حاب تقدم هذا الشي صراحة جدا ممتع جدا احساس حلو لما تتبث وتشوف انه فيه ناس ينتظرونك متتبث فيه ناس تسالف معاك فيه ناس تنبسط اول ما تشوفك تبث ويجون على طول يسالفون شي جدا حلو واهم شي انه لما تشوفون احد يكتب في الشات تردون تتفاعلون في البداية اوكي صح ممكن يكون ما فيه احد ممكن يكون ما فيه احد يكتب بس انه هذا ما هو شي يخليك تكنزر الموضوع اوكي في البداية انا يوم بديت قبضت للامانة كانوا يجوني ثلاثة اربعة بس وكانوا يكتبون وما يقعدون عادي لاني في البداية كنت استحفاء اني كنت اضايق انه ليش طيب ما فيه احد ليش بعدين عرفت انه لا يعني عادي اش ما تتوني في البداية مع الوقت الحين الحمدلله فيه ناس صارت تستناني متى ابث فيه ناس تجي تقولي يلا بثي اول ما بث فيه ناس تجي على طول اهلا اخيرا يعني اهم شي اهم شي اهم شي اهم شي انك تكون صبور واهم شي انك تسولف مع التشات ما تشوف احد كاتب مثلا السلام عليكم تردوا عليكم السلام وخلاص لا وعليكم السلام اهلا كيف الحال يعني حلو انه يكون فيه تحس فيه صلة بينك وبين التشات اه تحسون انكم تعرفون بعض سولف اه تكلم عن يومك تكلم عن مواقف صارت لك خليهم هم يسولفون كمان افتحوا مواضيع يعني لا تخلي التركيز كله عاللعب انه انت داخل تويتش تبث بس عشان هم يجون يتفرجون عاللعبة لا اللي داخلين تويتش ما هم جايين يتفرجون عاللعبة فيه مليون الف شخص غيرك يبث نفس اللعبة صح او لا فلذلك خلي الكاريزما شخصيتك تكون جدا حلوة وتشد المتابع انه يجلس عندك اذا فيه ناس كثير جوا وطلعوا وما استمروا عندك هذا شي عادي في غيرهم حيجي ان شاء الله وكل مرة اكتشف اش الشي اللي ناقص انا صراحة كنت اتفرج على ستريمرز مرة كثير وكنت اشوف اش الاشياء اللي يسوونها وانه احس انها في شخصيتي واسوي زيهم عادي ترى ما هو عيب انك تتعلم من ناس اكبر منك يعني اتقفوا شوي ادخلوا اتفرجوا على الناس ايش يسوون الستريمرز الكبار ايش يسوون كيف اسلوبهم كيف بس هم اكيد اذا ما كانوا يقرون التشات هذا غير لان التشات حقهم سريع ما يدرون يركزون فيه لكن اهم شي في التويتش اهم شي انك تسالف مع التشات لان انا حرفياً لما ادخل على ستريم احد واكتف في التشات وما يرد علي مستحيل اكعد انا ابغى سالف ابغى احد يسالف